معانا الاستاذة الرحمة من اسيوت السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم وفضل الحمد كل عام وحضرتك بخير وحضرتك في امان وفي صحة وفي سلام وعافية ربنا يدي لك الصحة يا رب دلوقتي انا متزوجة من 26 سنة وزوجي يعني مريض من فترة طويلة وعندي ابن وحيد ما عنديش غيره علمته ومجهة طلب تعليم جامعي طلب ان هو ياخد فرع بفلوس ربنا قدرنا وكملنا تعليمه وبقى مركز مرموك فدلوقتي هو اننا جينا بنقوله يا حبيبي عايزين بابا نفسه يفرح بيك قبل ما يموت لان ببقى تعبين قال انا فيه وحدة قدامي متعرف عليها من عندي يعني هو دلوقتي عانتوا 25 سنة فانتوا دلوقتي عايزينوا يتجوز بالزبط وده وحيدك هو وحيدي ويعني الحمد لله يعتبر الحال ميسور وحاكته كلها متوفرة المشكلة في ان هو تعرف من على واحدة من عانت واكبر منه سنة وبيقول يا هي هي مش متجوز واحنا عملين اتحايل عليه ويقول يا هي مش متجوز فقلنا خلاص هي تعلمها مش زيه لان هو كلية من كليات الكمة فهي تعليمها اتغادنا عن التعليم ولكن لقينا النسب مش مش كويس ايه ايه الاعتراض اللي عندك من غير احنا ما نعرفش العيال ايه الاعتراض اللي عندك في الناس الاعتراض ان هي من 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 القاهرة متبرجة جدا لدرجة ان انا وجوزي تواصلنا معاها قلنا لها طب تحجيبة طب اعملي مش عارف ايه اه دي حاجة بيني وبين ربنا انا مش 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 هرعيك واسيبوا ربنا طب البيسي تحجيبة على الاقل طب البيسي لبسي متحشم هو انا سألك سؤال انت اصلا بتحبيها لا لا مش موضوع بحبها سؤالي بس يا لا بصراحة لا ايه كده عشان نخلص الكلام بصراحة لا لان انا اتحارت ربنا يا شيء عمر اقول لك حضرتك حاجة حاجة رحم اصلي الليستة بقى الليستة دي بقى انا عارفة يعني عارفة بمركز الاشياد الزواجي طب انا انت عايزة بقى السؤال فين يا حاجة رحم السؤال ان انا دلوقتي نفسي ابني يسمح حضرتك في اننا عاوزين لوحدة تكون عارفة ربنا على الاقل انا اتحفظ على كده متعارفة ربنا عشان اقول لك اقول لك الاس بصي حاجة رحم احنا دلوقتي عايزين نعمل ايه احنا عندنا طريقين مصارين في الحالة اللي زي دي بيبقى عندنا مصارين مصاري الاولاني انا لما بيجي لحد في الاشياد الزواجي بقيس مدى تمسك ابني بالعروسة ليه بقيس مدى تمسك ابني بالعروسة لان زي ما بقول للولد لو جي سألني بقول له ايه ما تعصاش ابوك وامكو ان كان ايه وان كان ان هو يسيب ده ان هو يختار او يرفض جواز ده مالوش دعو بالبر البر بيبقى في ايه البر بيبقى فيما يخصكما يعني فيما يخص الحاجة رحمة وزوجها اللي هو الوالد يساعدهم ويريحهم ويطيب خطرهم طيب وانما اختيار بقى شركة حاجة ده ولا عايش معاه لكن هم بكلم مش هو اللي بيكلمني دلوقتي حضاكي بتكلميني فانا لازم اقول لك القعدة دي لكن في نفس الوقت تخيلي في نفس الوقت لما يجينا الاولاد يسألونا اقول له ما تتجوز حد والدتك او والدك مش راضي عنه بس مع الخبرة هقول لك بقى حاجة الاولاد وخاصة ابنك لغاية 25 سنة ما تجوز الاولاد لما بيكونوا ده وبيعملوا كده بيدخلوا في دور تمرد وممكن تبص تلاقي ابنك عنده 35 سنة و38 سنة ومش عايز تتجوز ليه؟ من تخلطوني تجوز اللي انا ما بحبهاش ولو تجوز ممكن تجوز واحدة ويمررها ويتعبها لان هو بيتمرد على اختياركم او بيتمرد على ان انتو بخلطوش يتجوز اللي بيحبها نعمل ايه بقى؟ انا شايف ان ابني اذا كان متجو اذا كان عايز يتجوز حد نعمل ايه؟ نعود ونتكلم معا كلام موضوعي اوعوا تكلموا اولادكم وترفضوا حد قبل ما تشوفوه لان هو يعرف ان ده حكمه مسبق اما وان انتو دلوقتي حكمت ومحكم قبل ما تشوفو البنت وانت كمال عملالها واصمة ان هو جابها وتجوزها من عن نت يعني لو هو جابها وتجوزها من المكروباس او جابها وتجوزها من الجامع او جابها وتجوزها كان هيفرق النت مش حاجة ملوثة هو قد يكون دي وسيلة تعارف ناس كتيرة اه صحيح الكلام اللي بقوله ده قد يكون صادم هو امتى بيكون الكلام ده غلط اذا كانوا هم تعرفوا ومرسوا اي شكل من اشكال الغلط على النت لكن لو تعرف عليها فهو دخل على البروفيل بتاعها البروفيل بتاعها وشافها شخص مناسب دي ده ما يعنيش ان هي شخص مش محترم عشان ابنك ما يبقاش بيتوجع كل ما انت تتكلميه بالطريقة دي فتبقى بتكلميه عن وحدة وعن عرضها بدون داعي انا بكلمك الكلام اللي ممكن يحل المشكلة الكلام غير كده هيفضل ولد متمسك وانت طبعا ربتيه على انه هو اهم حاجة في الحياة فهيكون المنطق بتاعه ما تتنزل شوية عشان انا افرح انت ليه مش عايزان افرح دي واحدة وانا عجبتني وسعيد بيها فالمسألة محتاجة قعدة نتكلم فيها ونتفق معا حبيبي لو ان هي ما بتلعتش مناسبة في اي مرحلة من مراحل التعارف ارجوك ارجع واحنا مش علومك كده هو يطمئن ويدرس الكلام اللي انت بتقولوه مين قالك ان الكلام اللي انت يقولتي ده اللي هو الثقافة والتعليم والمستوى الاجتماعي والحسب اكيد بتتكلم عن الحسب مين قالك ان هو ما بيفكرش فيه هو كمان بيفكر فيه بس انا بدير دلوقتي مشكلة وازمة انا ابنك لو جيه قالي هقول له يسيب الخطبة الخطوبة دي طب لو قالي قلبي عايت وجع ولو قالي انا مش عارف الجوز تاني ولو قالي انا قلبي عايت جرح هقول له ايه هقول له جرب بس خليك صادق مع نفسك وخليك انسان حقيقي لان الجواز مفهوش ايه مفهوش كذب على النفس فارجو ان الكلام اللي انا قلتولك ده يرسم لحضراتكم شوية خطوط في مسألة الجواز انا مش هقول له انا لو هو جاي دي اقول له سيب طب لو قالي مش قادر ايه اللي حاصل انا ممكن اكون بساعده بساعد نفسه الامارة بالسوء عليه وكده يبقى عنده تعاس فانا مش هقدر اقول له كده اشتركوا في القناة